المرتبة العاشرة صراحة هي أكتر شي تعبني بهالفيديو لأنه كان فيه أكتر من اللعبة وما كنت متأكد أي لعبة بلعبوها العرب بشكل أكبر الألعاب اللي كنت محتار بينهم هما وبعد تحري وبحث جداً طويل وصلت أنه أكتر لعبة بلعبوها العرب من بين هالألعاب هي لعبة روكت ليج فبالمرتبة العاشرة عنا لعبة روكت ليج روكت ليج هي لعبة فكرتها غريبة بس نشحت بشكل جداً كبير وكانت جداً ممتعة كل بساطة كرة القدم بس بدل البشر سيارات إيه مثل ما سمعتوا أظن لو أول مرة تسمع اللعبة رح تستغرب هو عبارة عن كرة بالنص وفي مرمى على اليمين وعلى اليسار وتلعب بسيارات ولازم تجيب هدف أو جول على الخصم باستعمال سيارتك اللعبة جداً بسيطة ونظام اللعب فيها جداً جداً ممتع واللعبة انشهرت بشكل جداً كبير لأنه أول ما نزلت كانت مجانية على البلاي ستيشن لأصحاب البلاي ستيشن بلوس وبعدين حالياً من سنة صارت مجانية بشكل كامل على البي سي على البلاي ستيشن وعلى الاكس بوكس اللعبة صار لها 6 سنوات تقريباً وإلى الآن عدد جداً كبير من العرب بلعبوها عرفت هالشي عن طريق التصويت يلي عملته وعن طريق اليوتيوب تقريباً يومياً رح تلاقي فيديو واحد على الأقل بالترند العربي على اليوتيوب للألعاب للعبة روكت ليج ولو كنت لعب على البلاي ستيشن الفور أو الفايف وضايف عدد جداً كبير من الناس فأضمن لك 100% رح تلاقي على الأقل واحد أو اثنين من أصحابك حالياً قاعد يلعب لعبة روكت ليج بشكل يومي فإيه لعبة روكت ليج هي بالمرتبة العاشرة من أكثر الألعاب اللي لعبوها العرب لحد الآن بالمرتبة التاسعة عنا لعبة أمونغس لعبة أمونغس نزلت عام 2018 وأول ما نزلت ما حتسمع عنها عدد جداً قليل من اليوتيوبر والناس كانوا يلعبوها ولسبب مجهول السنة الماضية 2020 اللعبة انفجرت صار كل البشر يلعبوها كل اليوتيوب سواء العربي أو الأجنبي صار كلهم ينزلوا عليها فيديوهات بشكل يومي ومجرد ما تكتب اسم اللعبة بالعربي على اليوتيوب أمونغس فرح تلاقي مشاهدات معظم الفيديوهات بالملايين أظن معظمكم يعرف اللعبة أو شفت لها فيديو أو على الأقل شفت الميمز اللي منتشر عن اللعبة بس إذا كنت عايش بكهف آخر سنة وما تعرف شو هي أمونغس فكرة اللعبة بكل بساطة أنه رائدين فضاء بسفينة فضائية لازم يصلحوا السفينة عشان بضل شغالة بس في بينهم واحد قاتل هذا القاتل مهمته أنه كل شوي يكتل واحد ويهرب ويسوي نفسه بريء بعدين اللعبين بس يشوفوا أنه في واحد ميت بيسووا اجتماع وكل واحد بصير يرمي التهمة على الثاني وبعدين بيصوتوا على واحد أنه هو القاتل لو فعلا كان هو القاتل رح يفوزوا لو ما كان هو القاتل فراح يضل القاتل موجود ويضل يكتل فيهم هالخاني اتحال أنا وريك ها خبز ومشا بايد بالمختصر إذا تعرف تكذب رح تفوز بهاللعبة فاللعبة فكرتها جدا بسيطة بس ممتعة بشكل جدا كبير بالذات إذا عم تلعبها مع أصحابك بس حاليا شهرة اللعبة خفت بشكل كبير لو بتقارنها مع السنة الماضية بس الشهرة الكبيرة اللي تعرضت لها اللعبة خلتها تكون بالمركز التاسع من أكتر الألعاب اللي لعبوها العرب بالمرتبة الثامنة عنا لعبة روب لوكس هاي اللعبة وضعها غريب نوعا ما موكم حاليا معظمكم عابيقول بشار أنا بعمري ما لعبت هاللعبة وحتى أنا أنا بعمري ما لعبت روب لوكس بس كيف أو ليش حاطها بالمرتبة الثامنة من أكتر الألعاب اللي لعبوها العرب وسبب بكل بساطة هو أنه عدد جدا كبير أو ضخم من الأطفال بيلعب هاللعبة وبشوفها على اليوتيوب سواء الأطفال الأجانب أو العرب بكل بساطة اكتب روب لوكس بالعربي على اليوتيوب ورح تلاقي فيديوهات بمشاهدات جدا عالية بس من صورة وعنوان الفيديو رح تعرف أنه كل هالفيديوهات موجهة للأطفال وحتى معظم القنوات العربية اللي تغطيها اللعبة تلاقي صاحب القناة نفسه أطفال معظمهم بنات صغار أو قنوات عائلية بس طبعا مو كلهم في ناس كبار عادي بيلعبوا اللعبة اللعبة الحلو فيها أنه عندك حرية مطلقة فينك تصنع أي شي جوا اللعبة ففي ناس فعليا بيأبدعوا باللعبة وبسووا منها إشياء رهيبة بس الأغلبية اللي بيلعبوها هم الأطفال فصحيح أنه معظمكم ممكن ما لعب اللعبة بس لو بتشيك على الترند العربي على اليوتيوب يوميا رح تلاقي روب لوكس دائما موجودة ففي كثير من الأطفال العرب خلنا نقول عابلعبوا روب لوكس أو شوفوا محتواها على اليوتيوب وبالتالي هذا الشي بيخليها بالمركز الثامن من أكثر الألعاب اللي بيلعبوها العرب بالمرتبة السابعة عنا لعبة كورف جيوتي لو سويت نفسها الفيديو من خمس سنوات تقريبا فلعبة كورف جيوتي رح تكون بالمركز الأول بدون أي منازم لعبة كورف جيوتي حاليا بالوقت الحالي مشهورة وفي عدد جدا كبير من العرب بيلعبها بس مو نفس شهرتها من زمان يعني حاليا بالذات بين اللعبين العرب في كتير ألعاب مشهورة أكثر من كورف جيوتي طبعا أنا مو محدد جزء كورف جيوتي معين لأنه حاليا في أكثر من جزء كورف جيوتي وكلهم شغالين ونشطين بنفس الوقت يعني مثلا عنا لعبة كورف جيوتي موبايل مع كورف جيوتي وارزون الباتل رويال مع آخر جزء اللي هو كورف جيوتي بلاك أوبس كولد وور وفيه الجزء قبل الأخير كورف جيوتي مودر وورفر واللي يعتبر فيه أكبر عدد من اللعبين العرب حاليا وفيه جزء نزل من 6 سنوات اللي هو بلاك أوبس 3 وإلى الآن العرب بلعبوا طور الزومبي اللي فيه فيعني عنا حاليا خمس أجزاء كورف جيوتي وكلهم شغالين وفيهم لعبين نشطين دائما الحين صحيح أنه تواجدوا اللعبة على الترند اليوتيوب أو التويتش قليل يعني حاليا نادر تشوف فيديو لكورف جيوتي داخل بالترند العربي بس لو بتجمع لعبين كورف جيوتي موبايل مع لعبين كورف جيوتي وارزون مع البلاك أوبس كولد وور مع اللي بيلعبوا زومبي بالجزء القديم بلاك أوبس 3 ومع مودر وورفير اللي مثل ما قلت لكم فيه أكبر عدد من اللعبين العرب لو تجمعهم على بعض فهذا الشي رح يخلي لعبة كورف جيوتي بالمركز السابع من أكتر الألعاب اللي بيلعبوها العرب بالتاريخ بالمرتبة السادسة عنا لعبة جران ديفت أوتو المعروفة بجي تي اي أو حرامي السيارات لعبة جي تي اي موبس مشهورة عند العرب لأ بل تعتبر من أشهر الألعاب بالعالم وما رح أشرح شو هي اللعبة لأنه مستحيل حد منكم ما سمع باللعبة قبل كذا آخر جزء للعبة اللي هو جي تي اي في نزل عام 2013 على البلاي سيشن 3 واللعبة إلى الآن مستمرة بعام 2021 ورح تنزل نسخة على البلاي سيشن 5 طيب حاليا خلنا نتكلم ليش اللعبة جدا مشهورة عند العرب اللعبة مشهورة بين العرب من زمان من أيام البلاي سيشن 2 على أيام لعبة جي تي اي سان اندريس أظن معظمكم كان يلعبها وكلكم كان عنكم الورقة اللي كانت بين فيها كلمات السرلي باللعبة ومن كثر شهرتها صرنا نشوف نسخ خاصة للعرب نسخ مقرسنة نفس جي تي اي بباب الحارة مثلا فكان شبح مؤكد أنه بس ينزل جزء جديد رح ينشهر بكل العالم وعند العرب كمان وفعلا نزلت اللعبة عام 2013 وشهرت بشكل جدا كبير بالعالم وعند العرب مدة سنة سنتين ثلاث سنوات تقريبا بعدين خلاص الناس ختموا القصة عملوا كل شي بالانلاين وما ظل في شي جديد فشفنا الناس بدأوا يسحبوا ويتركوا اللعبة وهالكلام استمر تقريبا ثلاث سنوات كان نادرا ما تشوف ناس عبيلعبوا اللعبة أو يعملوا عنها فيديوهات على اليوتيوب بعدين بعام 2019 رجعت اللعبة بشكل جدا قوي على اليوتيوب وبالذات اليوتيوب العربي بسبب المدات المدات موجودة باللعبة من زمان بس مدري العرب اكتشفوها بعام 2019 أو شي فصار في شي اسمه جراند الحياة الواقعية يلي هو مود باللعبة شبيه للحياة الواقعية والناس صاروا يحبوا يعملوا وجواتهم مثل قصص قصيرة وغيرة وصار في كتير مدات تخليك تتحكم باللعبة عكيفك ومن وقتها الى الان ولعبة جي تي اي ضارضة باليوتيوب بالذات باليوتيوب العربي لازم دائما تشوف فيديو او اثنين على الاقل للعبة جي تي اي داخلين لترند العربي على اليوتيوب ومشاهدات اللعبة على تويتش للعرب جدا عالية بالمرتبة الخامسة عنا لعبة كرة القدم المشهورة فيفا اظن واضح ليش فيفا بالمرتبة الخامسة لانه لعبة كرة القدم هي اشهر رياضة عالمية واشهر رياضة عند العرب فبالمنطق لعبة فيفا لعبة كرة القدم رح تكون من اكتر الالعاب المشهورة عند العرب طبعا لعبة فيفا ما كانت دائما مشهورة من زمان قبل 2011-2010 كان فيه العاب كرة قدم منافسة بشكل جدا قوي لفيفا نفس لعبة بيس او ويننج 11 بس حاليا اخر 10 سنوات لعبة فيفا هي اشهر لعبة كرة قدم موجودة بالعالم حاليا وبكل صراحة فيه احتمال جدا كبير انه لعبة فيفا هي بالمرتبة الاولى هي اكتر لعبة بيلعبوها العرب بالعالم لانه فيه عدد جدا كبير من العرب ما لهم جيمرز ما لهم مهتمين بالالعاب ولا اي شي بس تلاقيهم بيلعبوا فيفا دائما تروح على مقاهر انترنت دائما تلاقي ناس قاعدين ويلعبوا فيفا بس ما اقدر احطها بالمرتبة الاولى بهالفيديو لانه ما عندي دليل ما اقدر اروح على بيت واحد واحد أو بلد بلد أشوف الناس يقعدين يلعبوا أنا هالفيديو سويته على أساس تصويت عملته وعلى أساس الترند اليوتيوب ومشاهدات البثوث المباشر على تويتش فلو منشوف هذه الأرقام رح نلاقي فيه كتير ألعاب متفوقة على فيفا بشكل جدا كبير من المشاهدات فمثل ما قلت لكم لعبة فيفا فيه احتمال جدا كبير أنها تستاهل المرتبة الأولى بهالفيديو لأنه فيه كتير ناس مو جيمرز بيلعبوها بس ما أقدر أثبت هالشي فبالنسبة للأرقام على اليوتيوب وتويتش والتصويت اللي عملته لعبة فيفا هي بالمرتبة الخامسة من أكتر الألعاب اللي بيلعبوها العرب بالمرتبة الرابعة عنا لعبة فورتنايت لو سويت نفس هالفيديو قبل سنتين بس مو قبل عشر سنوات نفس Call of Duty لا قبل سنتين ففورتنايت رح تكون بالمركز الأول بدون أي منازم لعبة فورتنايت هي السبب بانتشار وشهرة ألعاب الباتل رويال طبعا هي مو أول لعبة باتل رويال لا كان في قبلها ألعاب كثير نفس H1Z1 وحتى PUBG PUBG الأصلية اللي على البيسي بس فورتنايت وقت نزلت طور باتل رويال بنهاية عام 2017 نجح بشكل جدا كبير نجح وانتشر أكتر من أي لعبة باتل رويال ثانية وكان على وقتها اليوتيوب العربي والعالمي وحتى تويتش كله فورتنايت كل البشر قاعدين يلعبوا فورتنايت وحتى أنا أظن معظمكم مفكر أني ما بلعب فورتنايت ولا لعبتها بحياتي لا وقت نزلت اللعبة لعبتها السنة كاملة وكنت مدمن عليها بعدين طفشت منها فالمهم النجاح الكبير والصاحق اللي سويتها فورتنايت خلت باقي الشركات تعمل ألعاب باتل رويال نفس Call of Duty عملوا الوارزون EA عملوا إبكس لجند وشفنا ألعاب كتير نشحت كمان نفس Free Fire وحتى PUBG Mobile وهذا السبب اللي خلى شهرة لعبة فورتنايت تقل عند العرب وبالعالم بشكل عام لأنه حاليا صار فيه كتير ألعاب فبالتالي زادت المنافسة بشكل جدا كبير مع العلم أنه لعبة فورتنايت لسه مشهورة كلما أدخل ترند الجايمينج بالدول العربية لازم ألاقي فيديو أو اتنين لعبة فورتنايت موجودين بس فيه ألعاب غيرها صارت أشهر منها بالذات عند العرب أو بالدول العربية يعني لو سويت فيديو أشهر عشرة ألعاب أونلاين بالعالم حاليا ففورتنايت رح تكون بالمرتبة الثانية أو الأولى بس عند العرب لا فيه ألعاب أشهر منها مع أن لعبة فورتنايت عملوا المستحيل عشان يخلوا لعبتهم بالصدارة تحديثات دائما ما خلوا سلسلة أفلام مشهورة إلا ما دخلوها باللعبة نفس أفلام مارفل وديسي ما خلوا فلم مشهور مسلسل وحتى مغنين إلا ودخلوهم باللعبة بالمرتبة الثالثة عنا لعبة الباتل رويال الموجودة على الجوالات أو الموبايلات فقط فري فاير لعبة فري فاير هي لعبة باتل رويال شبيهة ببجي وكولف جيتي موبايل بس موقفها غريب نوعا ما اللعبة ما هي مشهورة برا بأمريكا وكندا ودول أوروبا وكذا رح تلاقي عدد لعبينها بهالدول جدا قليل اللعبة مشهورة بالدول العربية أو بعض الدول العربية حتى وموكلها ومشهورة كتير بدول شرق آسيا نفس الهند وباكستان الحين ممكن محد يقول طيب لكن ليش حطيتها بالمرتبة الثالثة حطيتها بهالمرتبة لأنه هالفيديو عن أشهر الألعاب عند العرب وفري فاير مشهورة بشكل جدا كبير بدول المغرب العربي اللي هم الجزائر مغرب تونس وشوي بليبيا إذا مو مصدقني افتح موبايلك افتح اليوتيوب روح على الإعدادات خلي الدولة عندك أي دولة من دول المغرب وبعدين ادخل على صفحة الترند الخاصة بالألعاب رح تلاقيها 90% فيديوهات فري فاير ومشاهدات جدا عالية بالنصف مليون وحتى مليون أحيانا وحتى مصر وحتى الأردن وعدة دول عربية تانية دائما رح تلاقي بالترند في فري فاير فهذا بيدل إنه في عدد جدا كبير من لعبين فري فاير بهالدول ولو بتعد عدد السكان بدول مغرب اللي هم المغرب الجزائر تونس وليبيا رح تلاقيهم قريب الميت مليون فواضح في عدد جدا كبير من اللعبين العرب بلعبوا فري فاير وتستاهل تكون بالمرتبة الثالثة بالمرتبة الثانية لعبة بوب جي موبايل لعبة بوب جي موبايل كمان لعبة باتل رويل ومن اسمها موجودة على الموبايلات وشبيهة بفري فاير وكولف جيوتي موبايل ووضع لعبة بوب جي موبايل جدا شبيه بفري فاير اللي هو إنه اللعبة ما هي معروفة برا لو بتروح أمريكا كندا أوروبا هالدول اللي فيها معظم الألعاب رح تلاقي ما حد بلعب بوب جي موبايل أو أعداد جدا قليلة ولو رقيت ناس بلعبوا بوب جي فبيلعبوا النسخة الأصلية الموجودة على البي سي وكمان نفس لعبة فري فاير لعبة بوب جي موبايل مشهورة بالدول العربية ودول شرق آسيا نفس الهند باكستان وغيرها معنوا اللعبة منعت بالهند وبعدين عملوا نسخة خاصة للهند بس هذا خارج موضوعنا طيب بما أنه وضع اللعبة جدا شبيه بفري فاير لكن ليش فري فاير بالمرتبة الثالثة وبوب جي بالمرتبة الثانية السبب بكل بساطة أنه لعبة بوب جي موبايل مشهورة بكل الدول العربية بدون استثناء عرفت هالشي من وراء التصويت اللي سويتها ومن وراء مشاهدات تويتش وترند اليوتيوب حرفيا حط ترند اليوتيوب لأي دولة عربية رح تلاقي دائما في فيديو لبوب جي موبايل اثنين أو ثلاثة على الأقل داخل بترند الألعاب بجميع الدول مثل دول الخليج دول بلاد الشام العراق بالتحديد مصر وحتى دول مغرب بينما لعبة فري فاير فجدا صعب تلاقي فيديو ترند للعبة بدول الخليج أو العراق أو بعض دول الشام أو مثلا لعبة فورتنايت رح تلاقي ما عندها شعبية أبدا برا دول الخليج على عكس بوب جي موبايل بجميع الدول العربية رح تلاقي في ناس بلعبوها رح تلاقي فيديوهات ترند رح تلاقي مشاهدات دائماً PUBG Mobile إلها شعبية طبعاً مع وجود التفاوت يعني بالعراق راح تلاقيها جداً مشهورة بشكل جداً كبير هي وبلاد الشام بدول مغرب Free Fire متفوق عليها شوي بس بيظل إلها تواجد بكل مكان فلعبة PUBG Mobile هي ثاني أكثر لعبة بيلعبوها العرب بالمرتبة الأولى عنا لعبة Minecraft لعبة Minecraft مشهورة بكل بقاع الأرض على عكس Free Fire و PUBG Mobile مشهورين فقط عند العرب ودول شرق آسيا أو مثلاً Fortnite أكثر شيء تلاقوها بدول خريج لا، Minecraft بكل مكان دول بالغرب، دول بآسيا، دول بالقطب الشمالي وكمان دول عربية أكثر لعبة صوتوا لها بالتصويت اللي عملته هي لعبة Minecraft مشاهداتها لتويتش جداً عالية وحول الترند عندك على اليوتيوب لأي دولة عربية وادخل على قسم الجايمينج ورح تلاقي على الأقل نصف الفيديوهات للعبة Minecraft ممكن محد يقول أنه وضع لعبة Minecraft نفس Roblox أنه لعبة موجهة للأطفال عشان كذا مشهورة هالكلام نوعاً ما صحيح بس مو مية بالمية Minecraft بيلعبوها لصغار بشكل جداً كبير وبيلعبوها كبار بعدد جداً كبير كمان يعني لعبة تحسها من برا أنها موجهة للأطفال بس لما تلعبها رح تعرف أنه لأ موجهة لجميع الفئات العمرية والكلف يستمتع بMinecraft وأظن هذا هو السبب الرئيسي لشهرتها الكبيرة لأن الأطفال اللي عمرهم 5-6 سنوات رح يلعبوا مينكرافت المراهقين رح يلعبوها وحتى الكبار رح يلعبوها ويستمتعوا فيها وغير هيك اللعبة تحتاج إبداع وفيها كتير خيارات يعني معظم الألعاب بها الليستة هي ألعاب باتل رويل اللي هي انزل خد سلاح يا تقتل واحد يا تموت بينما مينكرافت في عندك كتير أشياء فينك تسويها باللعبة فإيه لعبة مينكرافت تعتبر أكثر لعبة يلعبوها الناس حالياً بالعالم وانتلا